احنا دلوقتي ما زلنا زي ما قولنا هنتابع كل الاجواء المتعلقة بهذه المباراة المهمة والمثيرة لكن هنروح دلوقتي الموضوع مهم جدا احنا شفنا ان الاسبوع اللي فات جهاز حماية المستهلك عمل مؤتمر صحفي اعلن في مجموعة من القرارات متعلقة بالسلع وخصوصا السلع المعمرة والسيارات كان في قرارات تتعلق بالناس اللي حجزت عربيتها دفعت مؤدم او دفعت السعر كامل للعربية كان قبل 12 ابريل القرار بانه الفلوس ترجع لهم يا اما تتوفر لهم المنتج اللي هما حجزوا طبعا الكلام كله على ازمة في العالم ونذكر هنا بانه المؤتمر الصحفي ذكر بانه بالذات في موضوع انتاج السيارات حصل نقص تقريبا في عملية الانتاج بنسبة 50% فتقريبا بعض الشركات وبعض التجار مش قادرين يلبوا السوق نتيجة وقف الانتاج وبالتالي عدم وصول هذه السيارات طبعا احنا كلنا تابعنا هذه القرارات من جهاز حماية المستهلك لكن على مدار الايام اللي فاتت احنا شفنا احداث تجمهر امام احدى شركات او التوكيلات للسيارات توكيلات شركة تيورتا وطبعا احنا بنشوف في هذا الفيديو هذه العملية من التجمهر الحقيقة ان الشركة طلعت بيان وقالت في انها ملتزمة بسداد ثمن العربية كاملة للاشتراها او سددها تماما قبل 12 ابريل او ان هي تسلمه السيارة اما في حال تسديد اي مؤدم او اي مبلغ قبل اثناء الحجز فهيتم اعادة الاموال للحجزين بفايدة 18% طبقا لقرار جهاز حماية المستهلك طبعا القرارات كانت واضحة لكن مش مفهوم ليه هذا التجمهر لماذا لم يكن هناك لجوء الى جهاز حماية المستهلك اذا كان فيه مشاكل بعدم تطبيق القرار طبعا احنا دولاتي هنسمع من ياسر ابو طامع احد او واحد من اللحجزين عربية تيورتا يقول لنا ايه المشكلة اللي حصلت استاذ ياسر مساء الخير مساء الخير يا فندم اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا عايزين نعرف احنا تابعنا على مدار اليمين اللي فاتوا تجمهر ومشاكل عايزين نعرف اين اللي حصل اولا حضرتك اسمعي اللي يعني باسم الاف الحجزين اللي متضررين اللي دفعوا كل مدخراتهم واللي اقترضوا من البنوك ان احييكم واشكركم على الاصضافة دي يا فندم الموضوع باختصار عشان ما اطولش على حضرتك ان الاف الحجزين اتفقوا مع التوكيل اقولت اسم التوكيل طبعا توكيل تيوتا الكلام ده بدأوا من شهر 11 و 21 الى شهر مارس اتفقنا باستمارات حجز دفعنا المقدمات الحجز اللي طلبتها الشركة وتم الاتفاق على السلعة بشكل دقيق في استمارات الحجز اللي هي تعد عقد رسمي بيننا وبينهم وفي شهر بإذن الله يعني كده حاولنا ان نتواصل مع الشركة اكتر من مرة عشان نستفسر على حجزاتنا وتواريخها طبعا الشركة كانت تقول لا ما حدش يدفع ما حدش يدفع اي استكمال باقي تسمى لحد من بلغكم الى ان صدر معاي حضرتك اه طبعا سمعايك تفضل الى ان صدر قرار حماية المستهلك وكان قرار جميل جدا في صلاحنا طبعا اه صدر ان في 21 اربعة تحديدا والذم كل الموردين ان هما يعطوا السلعة بتمنها المثبت في استمارة الحجز وعدم التأخير عن المدة المتفق عليها اللي هي موجودة ستة اشهر استمرين على هذا المنوال ونحن في انتظار ان يوفي التوكيل بتعهداته وتعاقداته اللي ذكرها في الاستمارة بلفز العقد يعني هو نفسه عارف انها عقد الى ان صدر قرار قريبا هما طبعا جاب للقرار حضرتك هما بعثونا رسائل جالونا لو سمحتوا انتوا امش لو سمحتوا طبعا هما مهجولش لو سمحتوا ولا حاجة هما عصفوا بنا تماما جالك هنأجل التنفيذ تسعة اشهر هنأجل التنفيذ تسعة اشهر تنفيذ موضوع اعادة المبالغ ام تسليم لا الاول هادون رسالة حضرتك قبلها بتلات ايام قالونا هيتعذر الظروف مثلا هنأجل التنفيذ خلال تسعة اشهر وربما تزيد كانت رسالة غمضة لكن بتقول ان التنفيذ حيبقى ستة اشهر حيتأخر على تسعة اشهر طبعا احنا تدررنا من هذا القرار او من هذه الرسالة فلجأنا لحماية المستهلك في شكاوى عديدة وصلت لألف شكوى او ألفين شكوى الجهاز للأسف يعني محققش فيها التحقيق الشامل الى ان صدر قرار اخير في ستة وعشرين مايو كان هما سبقوه بيومين واعطونا رسالة يتعذر علينا تنفيذ الحجز نظر لظروف اه فتعذرت لي يا فندم طيب فقوة فين التعذر استندوا في هذا الكلام الى هما اللي بيقولوه هذا الكلام استندوا الى قرار حماية المستهلك الاخير اللي هو في رصوصه او في اربع مواد منه كلها بتقول للأسف في مادة منهم غمضة جدا وكانت مش في صلاحنا طبعا اللي دفع المبلغ اللي دفع المبلغ كامل قبل واحد وعشرين اربعة هو فقط المستحق ان هو ياخد العربية بالسعر بتاعها واللي متضرر مننا احنا كحاكزين اللي ما سددشي قيمة المبلغ بالكامل اللي دفع المقدم فقط يروح يسترد بفايدة 18% طبعا للأسف ما عليكي هو الجهاز اعتقد ان احنا حطين فلوسنا في بنك ورحين ناخد فايدة لا يا فندم احنا مش رايحين ناخد فايدة منك احنا رايحين ناخد سيارة طيب الكلام كان واضح في المؤتمر واكيد حضرتك متابع الازمة في العالم موضوع السيارات والانتاج الانحفظ يمكن بالنسبة بوصف 50% اقول لحضرتك حاجة يعني هل الشركة هل الشركة لديه السيارات لو الجهاز قعد معنا مع الشركة والتوكيل وجالونا ان الظروف حتتعذر علينا ان احنا ننفس في خلال ست شهور احنا مشتعدين نقبل التنفيذ التأجيل التنفيذ لان احنا اول من يحرص على ظروف هذه البلد احنا مصريين في الاول والاخر لكن لا الجهاز قعد معنا ولا التوكيل احترم تعاقداته وتعذر ورح قلها الحجوزات عدرتك بتشوف النهاردة المئات يعني انتم عايزين تبضلوا حجزين الفروع ثانية واحدة بس وبيتم التعامل معهم بمنتهى السوق بمنتهى السوق والغلطة الناس دي بتحلم باقتلاء سيارة من توكيل محترم جدا له سمع عالمية ايه اللي بيحصل لنا في هذا الامر احنا كنا المفروض البيانة الشركة بيانة شركة تيوتا او التوكيل كان واضح انه الشركة ستلتزم برد قيمة اي حجوزات مقدمة بخلاف الحالات اللي طبعا اللي هو دافع السيارة بالكامل بنسبة يعني فيه عليها فايدة 18% هيتم احتسابها من تاريخ سادات اول دفعة حتى تاريخ 30 مايو ايه انا احنا متفقين على هذا الكلام بس هو النهاردة لما عمل هذا الامر هو ليه ما اخضر نشألي سدد المبالغ المتبقية عليك على فكرة حضرتك في استمارة الحجز موجود انه في خلال عشرة ايام هقولك تعالى سدد المبلغ فلازم تلتزم وإلا حلغي الحجز اتحدى لو ان التوكيل اخطر اي حد من السادة الحجزين بانه يجي سدد كامل التمن ده لم يحدث يا فندم يبقى كان المفروض حضرتك تقولي كتوكيل تعالى سدد كامل التمن المتفق عليه وإلا حلغي حجزك انما فجأة فجأة بدون سابق انذاره بدون تنبيه وبدون اي شيء تقولي انا لغيت الحجز فهذا مخالف للقانون تماما المادة 147 يا فندم من قانون المدني بتقول العقد شريقة المتعاقدين طيب ولا يجوز نقده انا احسي هقول دي بس ولا يجوز نقده او تعديله ولا بد من تنفيذه بحسن النية يعني القانون هنا انا بأأكد لحضرتك ان حسن النية غير متوافر على الاطلاق لا في جهات حماية المستهلك اللي كنا بنحلم به اللي هو اصلا اسمه جهات حماية المستهلك هنسمع طبعا الرد ولكن استاذ ياسر الشركة الآن بالبيان الرسمي اللي طلع منها ردا على كل اللي حجزه سواء اللي دفعوا 8 طيارة اللي سيارة كاملة او اللي حجزه فقط حتى ايلين انه هيكون فيه اولوية لمن استردوا اموالهم واللي كانوا حجزين قبل كده فان هما يرجعوا يحجزوا تاني يعني هتكون الشركة بتقول ان انتو حتى لو اخدتوا فلوسكو هتكون ليكم الاولوية كناس حجزت قبل كده ده كمان ما يدقوش طب انا حطلب حضرتك ان حد يتدخل من التوكيل ويقول ان احنا لنا اولوية في ان احنا ناخد سيارتنا انما كلمة يتعذر تنفيذ نظر الظروف طب هقول لها ديك حاجة ده ادل قرار اللي احنا اصلا عارفينه غامض ومش مناسب فيه كلام لصالح المستهلك جلهم كل شركة لازم توضح الظروف الظروف اللي هي امتنعتها او امتنعت من خلالها عن الوفاء طب الشركة فعلا ما قلت تكونش ايه اللي حصل انا عمري ما شفت قرار بيصدروا جلهم خلال 15 يوم وررنا الظروف طب ما تستنى يا فندم 15 يوم وتشوف الظروف وبعد كده قرر انما انت بتقرر بتهدر حقوقنا بهذا الشكل دون الرجوع الينا طب ما بقعدش معانا اصلا طب مش احنا حاجزين يا فندم واحنا مواطنين ده المادة 27 من الدستور المصري طيب هل الشركة قالت لكم ايه سبب تعذرها ولا اترجع لكم فلوسكم ده سؤالي هل ردوا عليكم في الموضوع ده الشركة او التوكيل الشركة او التوكيل هل قالوا لكم وشرحوا لكم ايه الاسباب اللي اتخليها ترجع لكم فلوس الحجز او تمن العربية كاملة التوكيل قال لنا كده انا بسألكم ثاني ازيان عليس يا كراي السؤال انا اسف الصوت مش هو ده فعلا استاذ ياسر انتو دلوقتي معترضين وعايزين العربيات اللي انتو حجزتوها مصبوط عايزين عربياتنا يا فندم بالسعر المثبت في اصال الحجز طيب دلوقتي الشركة بتقول لكم انا هرجع لك الفلوس اللي انت حجزتها في الحجز مش عايزين فلوسنا يا فندم طب هقول لي حدرك حاجة طب ايه الاسباب اللي قالتها الشركة ما هي بوس يا فندم الجهاز نفسه بيقول لك محدش قال لي اسباب اه في القرار اللي صادر كده ازا كان الجهاز نفسه بيقول لك خلال خمستاشر يوم تقول لي ايه الظروف بتاعتك انا انا كمواطن هعرف ظروفك طب هقول لي حدرك حاجة مهم فجأة بقى تانية بقى الحصة الاسترادية بتاعت الشركة للسيارات يا فندم السيارات بالالاف موجودة في برواش وموجودة في العين السخنة السيارات بالالاف موجودة واحنا متورنها السيارات دي يا الحجزين لينا طب هقول لي حدرك حاجز طيب احنا اسمعنا كل يعني رأيك هنسمع دلوقتي رد انا بشكرك طبعا استاذ ياسر ابو طامع واحد من اللي حجزوا سيارات من توكيل تيوتا هنروح دلوقتي لعلاء السبع عضو شعبة السيارات بسيار الخير لأستاذ علاء بسيار الخير أستاذ علاء اهلا بك طبعا احنا اسمعنا دلوقتي شكوى أستاذ ياسر طبعا دي شكوى مكررة وشفنا التجمر اللي حصل عند التوكيل احنا عايزين نعرف اين اللي بيحصل بالزبط جهاز حماية المستهلك حتى يعني وضع مجموعة من الشروط والقرارات في تنفيذ ما يتعلق من التزامات من شركات السيارات او تجار السيارات تجاه المستهلك المصري او المواطن المصري مع تقديم ايوة احنا عايزين نفهم بس يا حضرتك الموضوع يبدأ من تاريخ الحج ان الناس حجزت العربيات وبعدين حضرتك حصلت الزروف اللي هو بيقول عليها الأستاذ الفاضل ان هو ما يعرفش الزروف اين هو الشركة مش هتعرف تطلب كل واحد من الآلاف اللي عندها تشرح له الزروف بالتفصيل ولكن انا هلخصها سريعا انا هلخصها سريعا اللي يسمع طبعا مع حضرتك اوي شيء طبعا اي تأخير حصل دي شركة انا مش بنحاذ لأي شركة من الشركات انا في الشعبة مش بتكلم باسم شركة معينة او اسم معين انا بتكلم الشعبة اللي بتضم كل وكلاء وموزعي وتجار السيارات حضرتك النهاردة شركة تويوتا بالاسم شركة محترمة شركة لها سابق اعمال 30 او 40 سنة دور بسيء المطري ما عملتش اي مشكلة معها اي حاجة حصلت في هذا الموضوع حصلت خرج عن الاراضة طبعا الاسباب اللي حضرتك هو بيسأل عنها باسباب واسباب واضحة للناس جميعا باسباب نقص انتاج الخارج فوق نقص الانتاج في الخارج احنا طلع لنا قرارات بديدة هو مش عارف يش تريلة العربية هو بيقول الالاف من السيارات موجودة في برواش وغيرها ونعندهم فيديوهات واسبتها بتاعت ناس كانوا قابلوا كانوا ناس قابلوا بكتير وناس تانية وناس موزعين وناس دفع فلوس برضو بنفس الطريقة بس دفع فلوس مش بالسعر يعني ان في تعقودات بطريقة معينة في تعقودات لعشركات في تعقودات لفيد في تعقودات لحكومة في تعقودات لحاجات كتير طب احنا عشان كده عايزينك استاذ علاء تشرح للناس اللي شايفة ان السيارات موجودة ولكن احنا عايزين نسمع اي واحد يا فانزين بيشوف عربيات هو عدهم متام عربية هو بيقولك احنا الف واثنين وتلاتة هو حضرك هو عد العربيات اللي طلع في الصورة دي قدامه كام عربية هو قطسة صورة ما بتجلس بكتر من متام عربية انا معلش انا مع احترام ينزل يعد بقى في الجمالك بياخد بيان من الجمالك بتقول السيارات دي نمرة واحد نمرة اتنين هو ايه اللي ها يضر فيها اللي ها متسلمش سياحة العربية هي او غيرها حضرتك الجلوس اللي حصلت ان تقفل بحاجة معاية غصبا عننا كلنا وغصبا عن الناس القائمين على السياسة المنطقة في مصر انه مش عارف يدفع السلوس لبرا مش عارف يجيب لك يعني انت لو ساعرف يجيب العربية وهو يخلصها لك هو هيبقى شاكر منك وبالسعر الأديو وكل حال يعني يمكن البعض بيشك مثلا انه سيارات متوفرة ولكن حد عايز يبقى بأسعار جديدة نعم التوكيلات الكبيرة ما تعملش بكلام ده خالر كلام ده يعني انا ما بقولش انها حاجة بيعملها احنا كل واحد عايز يحل مشكلة اللي حواليه النهاردة لانه هو النهاردة جهاز حماية التقليل ألزم كل الناس كل التجار وكل الموزعين وكل الوكالات انهم يسلموا العربيات بالساعة اللي كاتبينه في الإصال ده في بعض الزلم شوية على التجار ولكن التجار التزمت مقابلة هذا لحل المشكلة والريجيوتيشن والسمعة بتاعة كل شركة عايدة حضرتك أستاذ علاء يعني معلش الصوت قطع بس حالك كنت متابع على مدار السنين اللي فاتت موضوع الأوفر برايس وكل المشاكل المتعلقة بالعربيات وأسعارها فبالتالي هناك زي أزمة ثقة ما بين المستهلك المصري وتجار السايرات بصي حضرتك وما فيش حاجة في الدنيا اسمها اسمها أوفر برايس في حاجة اسمها سعر عرض وطلب وإحنا دائما بنقول الكلام ده وبنكرره العربية ما بتتبعش بيادة عن السعر المتوقع أو المقترح من الشركة إلا إذا كانت نقصة يعني حضرتك وفي عربيات وإحنا في كل نتيبة في عربيات بتتبع بعدهاش طلب أعلى فأنا عايز بس أدخل أرجع للحتة بتاعتنا إن لما النهاردة الشركة التزمت وقالت قبل 12 إبريل اللي هيجي أولا هو كل الشركات عمل البيان للناس يجي تكمل الفلوس في نال قطرة أنا مش متخيل مش متأكسك بالحقيقة سيوتك هاتمنهم ولا لأ ولكن هو اللي دفع اللي دفع حضرتك السلم العربية حتى لو بحث هو خلاص يا الشركة هتتحل الخسارة والناس لا تتخيل الخسارة يا الخسارة في الدقيقة اللي احنا بنتكلم فيها دي فوق 16 سابرين ألف جنفر عربية الوحدة الوحدة طيب أساس على هنا سؤال إحنا معنا طبعا بيان تيوتا تيوتا مصر طبعا وهي بتتكلم على موضوع ناب الطالب كل اللي حجزوا أو الاشتروا العربية بكامل سعرها إنها إما هتدي السعر بالكامل أو إنها هتسدد بـ 18% فايدة على اللي حجزوا وهيكون فيه أولوية للحجزين حدرت بتقولي كل الشركات بعتت أو طلعت بيانات مشابهة هل ده معناه إنه يعني شركات أو تجار العربيات في مصر مش قادرين يلبوا الطلب أو الحجزات أو الأسعار اللي اتدفعت أو الحجز المتعلق بالسيارات المطلوبة أيوة طبعا لأنه بقد إيه أستاذ علاء بصي بصي يا فنزم هو إحنا حصلت عندنا مشكلة زير مقصودة واختبال حضرينك مش من تجار العربيات ولا الوكالات المشكلة حصلت في أن لاستيراد تن أو اتعمله تقنين بطريقة معينة لتقليل الاستيراد ودي حاجة ما نخبهاش على عد عادي خالص القائمين على السياسة النقدية من يوجد نظرهم إن العربيات مش أهم بحاجة إحنا عندنا سلع تانية عندنا فليس محتاجينها للحاجات تانية فهو ده الموضوع يا جماعة هو ده الموضوع الأصلي إن أنا مش عارف أجيد العربية أنا مش هيش عنات هي أولا القائلة برة القائلة برة أنا دلوقتي العربيات موجودة مش عارف أدقها العربيات موجودة أنا مش عارف أفتح لها الاعتمادปتاعها الاعتمادات متأخرة مش عيب إن أنا نقولها مضطرين ان احنا نعمل كده فهو مواطن هو جزء من الدولة طب هنعمل ايه وفر لي الفلوس والسلام عربيات وفر لي العملة يعني انا مش عايز ادخل في متاهة ان انا اتكلم مع الدولة في الحتة دي لان انا عايز يساهل لي مجرد تسييل الاعتماد هو بيجي له من ست لكسعة شهور عشان تكون الدنيا فتت شوية تكون السيولة الدولارية دخلت لنا من استثمارات معينة دورة نقدية بقى بتاعت الناس بتوع الانتسيئة والسياسة النقدية دول هم دول اللي هيقدروا يقرروا السلع تبقى موجودة زي وكامل وكاملاتها ايه لكن الله العظيم لحد عايز يأخر واحد الشوعة في الاخر بالشركة طيب انا بشكرك جدا استاذ علاء السابع عضو شعبة السيرات بالتحاد الغرف التجارية شكرا جزينا لك